كيف يكون الحب بين الأبي وابنته؟ أيضاً كيف يكون الصراع بين الثروة وبين العقل والعاطفة؟ هذا ما سنعرفه في كتاب اليوم بين الروح والعقل والجسد بين التلاوة والقراءة والرياضة حياكم الله في العنصر الثالث من عناصر هذه القناة العنصر العقل ضوء كتاب كتاب اليوم مذلون مهانون للمؤلف دوستوشيسكي وقد ذكرت عن حياة هذا المؤلف في حلقة الليالي البيضاء لمن أراد أن يعود إليها ترجمت الدكتور سامي أدروبي كتب المؤلف هذه الرواية عند عودته من السجن في منفاه قبل أكثر من 150 سنة أحد شخصيات هذه الرواية كان يبحث عن غرفة كبيرة واسعة تدخل عليها أشعة الشمس ولابد أن تكون زهيدة لأن الغرفة الصغيرة تزيد بالخناق على الأفكار تجعل الأفكار تختنق وكأنها في زنزانة يقول هذا الشاب بعد أن استأجر الغرفة التي يبحث عنها كنت أحب أن أسير جيئة وذهابا وأنا أفكر وأنا أراجع ما أكتب وأنا أؤلف القصص الجديدة الرواية الجديدة إن التفكير في مؤلفاتي ومراجعتها أحب إلي من التأليف في قصة أو رواية جديدة لماذا؟ لأنني أعدل عليها لأنني أغير فيها لأنني أشعر بالحياة عندما أقرأها نعم أنا شاب ثلاثيني ثلاثيني عملي هو التأليف أؤلف الروايات وأبيعها صحيح أني لا أملك وظيفة كما يقول الناس وكما ينظر إلي المجتمع لكن عملي هو التأليف هذه المهنة التي أقوم بها عندما يسألونني هل وجدت عملا هل وجدت وظيفة يكون الجواب لا ليس لي وظيفة لكن في حقيقة الأمر أنني أنا أعمل ولي دخل من هذا العمل وهو التأليف إنني أقول وأجيب أنني لا أعمل هروبا من المجتمع الذي لا يرحم ويصف النثر فيقول وغير الشعر النثر يستطيع الكاتب أن يكتب فيه عن حب الوطن أن يكتب فيه عن مغامراتي أن يكتب عن المجتمع والحضارة التي يعيش فيها في أحد الأيام جلس هذا الشاب حول طاولة مستديرة مع عائلة مكونة من الجد والجدة وشابة لم يكن بينهم علاقة لكن بدأ هذا الشاب في تلك الليلة يروي ويحكي عن روايته ومؤلفاته وبدأ بالرواية اقترح عليه العجوز أن يبدأ بالقراءة في تلك الليلة قائلا له اقرأ نريد أن نستمع ماذا كنت تكتب ماذا يقول الناس عنك أنك تجيد التأليف اقرأ لنستمع يقول الشاب بدأت بالرواية أسردها عليهم وبدأ العجوز يستمع في بداية الأمر إلى سخافات كما ادعى هذا العجوز بدأ يسمع إلى وقع يومية بأسلوب يعرفه كل الناس بدأ يتململ لكن ما لبث شيئا فشيئا هذا الراوي أو هذا الشاب الذي ألف هذه الرواية يغوص في أعماق الرواية وعندها بدأ الجميع ينصتون أكثر فأكثر الشاب كانت تلتقط الكلمات من شفتي الشاب وهو ينطق بها وكأنها دخلت في هذه الرواية وكأنها شخصية من شخصيات هذه الرواية كانوا يتوقعون أن البطل يكون شخصية عظيمة وزير أو أمير وإذ بشخصية الرواية عبارة عن موظف بسيط فقير كان يروي قصته بأسلوب بسيط أسلوب يفهمه كل الناس أسلوب ليس فيه تكلف ولذلك دخل إلى أعماق أعماق قلوب المستمعين الجد والجدة والمرأة الشابة وكانت ناتاشا الشابة هي الفتاة الوحيدة التي كانت تصغي إصغاء رهيبا لهذا الشاب وفي منتصف القصة قبل النهاية إن همرت دموع الجميع من تأثرهم بهذه القصة يقول العجوز بعد أن سمع الرواية إن هذه الكلمات وهذه الجمل وهذه القصة قريبة من نفس لأن الإنسان يشعر أنها حدثت له أنها في متناول يده أنه يعيش واقعا معها وقد وقعت له وكانت نصيحة العجوز لهذا الشاب قائلا له لو كنت مكانك لغيرت الأسلوب إن الرواية يعوزها الرفعة وفي الطبعة الثانية افعل هذا من فضلك إن عملك ليس وظيفة لكنه مهنة على كل حال وهذه المهنة تدر عليك دخلا وتدر عليك مالا ليست كل الأمور بالوظيفة فقط وهكذا تحول العجوز من رجل كان يتململ في بداية المجلس إلى رجل يشجع هذا الشاب يقول له أكتب أكتب بلا إبطاء إن العمل ليس لأولئك الكسالة إن العمل لا يرحم إن العمل يحتاج أن ينسى الإنسان فيه النوم والكسل أكتب يا عزيزي لكن الحقيقة أن التأليف لا يجعل الشخص ثريا لقد كان الناس ينظرون إليه ويدموه لأنه كان فقيرا لكن عقله كان ممتلئ بالثراء العلمي والمعرفي والآن أغوص في أعماق هذه الرواية أحد أركان هذه الرواية رجل عجوز هرم والقلب الخاص به وفي زاوية أخرى امرأة كان لها زوج ثم هربت من القصر ومعها ابنتها وفي زاوية أخرى ابن للأمير كان يحب هذه البنت ناتاشا وفي زاوية أخرى والد ناتاشا الأب كان شريكا لهذا الأمير ثم اختلف واختصم وهذا الشاب المؤلف وهنا هذا التداخل عندها يصف الكاتب دوستوفيسكي تداخل الشعور الإنساني والصراع الذي وقعت فيه ناتاشا بين تفضيلها لوالدها ووالدتها وبين تفضيلها لابن الأمير وكيف أن ابن الأمير عندما أحبته لم يكن يحبها كان يحب امرأة أخرى وأن والده كان شريكا لأبيها ثم اختلف وكان بينهما القضاء والمحاكم وهنا يصف الكاتب الحب الذي كان بين والد ناتاشا ووالدتها فيقول كان بينهما رباط لا ينفصم كان يعبر الله عن حبه الشديد بأفعاله لا بأقواله وهذا هو الحب السامي كما ذكره المؤلف كان العجوز يعامل زوجته بخشونة لا سيما أمام الناس ولكن كان يعطف عليها كان في قلبه الرأفة والرحمة إن في قلوب أصحاب النفوس المرهفة الحساسة نوعا من العناد وخلفه أو وراءه حبا عظيما لا يمكن لهم أن يبوحوا به إن هذا الحب العنيف لذلك الرجل المرهف الإحساس لا يظهره أبدا فإذا ما أفلت منه شيء من هذا الحب ظهر بعاطفة جياشة جامحة قوية لا يستطيع أن يوقفها أبدا ويصف الكاتب حال هذا العجوز بعد أن طرد ابنته ناتاشا من منزلها لأنها كانت تحب ابن الأمير كانت تحب ابن الرجل الذي كان بينه المعارك وكان بينه القضاء وكان بينه المحاكم لقد أمسك صورة ابنته رماها على الأرض لقد داس عليها تعبيرا عن غيظه تعبيرا عن ما في نفسه من لعنات تعبيرا عن ما في نفسه من مرارة وألم كيف لها أن تحب ابن الأمير الذي كان بينه وبينه المحاكم وبينه وبينه القضاء صرخت زوجته أنت مغرور قاس إنك تدوس صورة ابنتك ناتاشا حبيبتك كيف لك أن تدوس هذه الصورة هذه الجميلة اللطيفة عندها خرج العجوز من تلك الغرفة عندما سمع كلام زوجته وقفك المجنون ثم ما لبت أن جثى على ركبته وأخذ الصورة أخذ يلتمها ويقبلها أخذ ينظر إليها وتنهمر من عينيه الدموع انفجر باكيا حبا لابنته وبنفس الوقت هذا الحب كان يتصارع مع الفكر التي تحمله ابنته وكيف أنها خذلته وتركته لقد تحول هذا العجوز إلى طفل صغير مدعور رهيب إلى طفل يبكي إلى طفل ينتحب من شدة حبه بابنته من شدة ولهه بابنته التي فقدها وتتداخل قصص في هذه الرواية ماذا فعلت ناتاشا مع ابن الأمير وماذا فعل الأمير من خذلانه لنتاشا وماذا فعل والد الأمير مع والد ناتاشا وماذا حصل بينهما وهل التقت العائلة فيما بعد هل التقت البنت ناتاشا بأبيها وأمها بعد أن تركت دارها وماذا كان من أمر الطفلة نيللي التي كانت ودخلت مع هذه العائلة هل قبلوها وأخذوها وتبنوها كطفلة صغيرة من هي هذه ومن هي أمها تقييمي لهذه الرواية تسعة من عشرة ما تقييمكم أنتم لهذه الرواية أشكركم لمشاهدتكم واستماعكم أسعد بتعليقكم واشتراككم ومتابعتكم لي على مواقع التواصل الاجتماعي هذا طارق الموالد يحييكم والسلام عليكم في أحد الأيام جلس صاحبنا في هذه الرواية حول المائدة المستديرة وهو يحتسي الشاي الجد والجدة والشابة وهو طبعاً